الكلب والبرغوت النهاردة نتكلم عن الكلب والبرغوت ان مجموعة برغيت تقدر طره كلب لحد ما يموت انها تقدر مثلا تلضغف ناحية فهو يلتفت لها ويحاول يضرب المكان اللي ارثه فيها بحيث ان هو يدع عليها تكون يتنالت مكان تاني هو بيزي نفسه فتضربه في مكان تاني فهو يلفه وعشان يعود يضرب فيها تكون هيربت ويدرب نفسه لحد ما يرهق ويتعب ويموت تمام؟ النظرية دي من الاجل من اول كل مبادئ الحروب ان هو يكون عندك امبراطورية كبيرة انت مش قادر توقف قدام جيشها جيش لجيش فبتبدأ تعمل حاجة اسمها حرب بعصابات وتبدأ تاجم وتاخد اللي انت عايزه وتهرب تاخد اللي انت عايزه وتهرب وده حصل في جميع انحاء العالم تمام؟ يعني جفارة خد الاسلوب دوت السين في الحرب بتاعتها في اتنام امريكا مع روسيا تقريبا خدوا 100 حرب مع بعض امريكا خسرت تقريبا كل حروب البردة ديت الا الحاجات اللي هي كذبتها سياسيا او اعلاميا هي عسكريا بتخسر زي ما حصل في اتنام لان روسيا كان بتتبع موضوع حرب العصابات امريكا كذب بس معركة واحدة اللي هي في افغانستان لما كان بتحارب المجاهدين الاسلاميين كانوا بيحاربوا ضد الجيش الروسي فكانوا بعملوا موضوع حرب اللي هي الكلب والبرغيت ان هو بيهجم ويلدغ ويبعد يلدغ ويروح مكان تاني فهو يقعد يضرب في المكان دوت ويقعد يرمي السواريخ بيخسر في اللوز كتيرة الحاجات دي تمانا غالي تمام حاليا الموضوع موجود في مصر موضوع سينة انت موقف عساكر فبيجي يضرب عارف ان هو انت مثلا المكان ده مفوش غلطها اربعة عساكر عشر عساكر مفيش اي موسائل صلاب بينهم وبين تانين مفيش حد يزعفهم فبيخش يضرب ويجري فانت بتيجي بيشايف حاج خالص فتروح ضارب اي حد موجود وبيجي في اهل سينة بيكون الناس بيطرع غانا ملاجع ولا بيحصل فبيموتوا فبيتشكل عداء بين اهل سينة وبين الجيش وده ليمكن يخلي معركة تقدر تكسبها في المكان دوت الحل قبل ما يكون عسكري ولازم بفيه جزء عسكري بس الحل اساسا انه يتحل بسلوب مدني ان انت تعامل اهل سينة كمصريين توفر لهم ماء تشرب نضيفة توفر لهم ارض بتاعتهم وتعمل لهم ورق لان كل الاراضة اللي هي معاهم ملاهوش بها ورق توفر لهم مستشفيات توفر لهم جامعات ومدارس توفر طريقي متنور انت لما تعمل كده اي حد هيقرب من العسكري الغالبان اللي في سينة اهل سينة نفسهم هجفوا ضدوا اهل سينة الناس محترمين جدا ووقفوا ضد الجيوش اللي جاية تحتل لمصر سواء في 48 سواء في 56 سواء في 67 سواء في 73 سواء في حرب الاسنزاف وهسناء مكانة اسرائيل تحتل سينة جابوا بتاع سينة وكانوا بعملوهم كواس جدا احسن من مصر بكتير وقالهم انتو هنعمل لكم مؤتمر دولي وتطلعوا الشيخ سينة وتقولوا ان دي ارض اسرائيلية واسناء المؤتمر طلعوا كلهم وقالوا لا دي ارض مصرية هتفضل الارض مصرية وده احتلال فالتحية كبيرة للاهل سينة ولازم يتعاملوا كويس على اساس يقفوا معاك وكويسين الناس اللي هي بتتحارف في السينة ضد الجيش المصري بتوقف ووقف حلوة مع الهل سينة ولهم في حاجة نصالها يجبها لهم بحيس يضمن ان هم ميرشدوش عليهم فانت عشان تكسب المعركة دي ليش بغشومية وليش بينت تنسك شومة وتبع الطيارات والحاجات ديت لان انت بتضرب في اهل سينة والحل بشي التهجير يعني انت هتهجر اهل سينة وهتاخد الجنود بتوعك وهتاخد العساكر ما انت هسيب جنود وعساكر غلابة يموتوا هناك لا الحل الصح ان انت تكسب اهل سينة وان بقى فيه تعمير وان بقى فيه كل حاجة يكون الطرق كلها مضاءة ويكون فيه امن وامان في المكان فاعتها كل دول هينكمشوا وشبه الموجودين واهل السينة هيرفضوهم ويبلغوا عنهم ويقلقوا كل اماكن وبعد كده تبدأ تشوف بقى الحل العسكري ان انت تبدأ تنظمهم بقى فيه وسائل التواصل بينهم من اي حد يدرسي في التاني فسوين اشتركوا في القناة